بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السورة استوقفتني أيها الأحبة الله أنزل لنا القرآن لنتدبره وليس للتبرك أو أن نضعه على الرفوف أو نستمع إليه دون أن نفهم ما هو المقصود أو أن نحفظه من دون أن نفهم أو نتدبر أو نعلم ماذا يريد الله مننا سبحانه وتعالى لذلك أنا أحببت أن أتدبر معكم اليوم سورة العصر وهي من السور القصيرة جدا في القرآن سطر واحد سنتدبرها كلمة كلمة أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر النبي عليه الصلاة والسلام له حديث خطير جدا ومرعب أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أي فقد أهله وماله تصور أخي الحبيب لا قدر الله يعني لنتخيل شخص فقد ماله وأهله حرب مثلا فقد البيت فقد الأولاد فقد الزوج وهذا الأمر خدث على فكرة هناك أناس بالفعل فقد ماله وولده وأهله في لحظة جزء من ثانية فقد كل شيء بسبب الحرب إحساس هذا الإنسان لا يمكن وصفه إحساس كئيب بائس حزين يعني يعيش عمره وهو يشعر بالخسارة خسارة عظيمة جدا أيها الأحبة لذلك النبي أكد على صلاة العصر وقيل إنها الصلاة الوسطى يعني الله تعالى عندما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خص هذه الصلاة لأهميتها القصوى يعني يريد أن يقول لك إذا حرست على صلاة العصر بالذات سيسر لك الله بقية الصلوات لأنها الصلاة يغفل عنها الناس ينشغل الناس ينام ينشغل فتجد كثير من الناس يغفلون عنها وهي وهذا هو وقت مهم جدا العصر والعصر أقسم الله به سبحانه وتعالى طيب القسم ما هو جواب القسم إن الإنسان لفي خسر معظم الناس خاسرون إلا هنا أداة استثناء والاستثناء عادة يكون لشيء قليل من شيء كثير يعني أنت مثلا تقول كل الناس مثلا خسرة في الحرب إلا فلان وفلان وفلان تحدد فأنت تستثني القليل من الكثير غالبا هكذا استخدامات إلا لذلك إن الإنسان لفي خسر لم يقل هو خاسر لم يقل خسر الإنسان هو يعيش في الخسارة لماذا يعيش هذا الإنسان في الخسارة أيها الأحبة انظروا من حولكم الآن تأملوا تجد أن معظم الناس يلهثون وراء المال وراء الدنيا وراء الشهوات يلهث يعمل ليلة نهارا ينسى أن وراءه يوم عظيم ينسى أن هناك يوما ثقيلا بانتظاره ينسى أن هناك يوم مقداره خمسين ألف سنة سيقف فيه في الحرارة وفي يغرق الإنسان في عرقه في ذلك اليوم لا منقذ له إلا الله عز وجل طيب فعلا الإنسان خاسر معظم الناس خاسرون بهذا المقياس يعني يعني الله سبحانه وتعالى هيأ لك كل أبواب الخير كل أبواب الجنة فتحها أمامك فقط من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة انظروا البساطة طيب هل تضمن أن تقول لا إله إلا الله؟ طبعا لا هناك أناس لا يستطيع أن يتكلم لحظة الموت طيب والعصر إن الإنسان لفي خسر معظم الناس غارقون في الخسر في الخسارة في الخسران لأنهم لم يقدروا هذا الخالق العظيم وما قدر الله حق قدره لذلك نجد الهموم تتراكم المخاوف تتراكم الخوف من الموت الخوف من الوباء الخوف من الفقر الخوف من الجوع الخوف من الحروب الخوف من المستقبل طيب أنت تعيش في خوف ثم تموت في خوف وتبعث في خوف طيب ما هذه الحياة لا يجب أن تفكر بالآخرة تفكر بهذا الإله العظيم طيب يا أخي الله منحك 24 ساعة كم تعطيه من وقتك لتفكر به سبحانه وتعالى أنت تفكر في الدنيا 24 ساعة طيب أعطي القليل من وقتك لهذا الإله العظيم وهو أقرب إليك من حبل الوريد قريب جدا هو يسمعك ويراك في كل لحظة لذلك معظم الناس غارقون في الخسران إن الإنسان لفي خسر إلا هنا ينبغي أن أكون أنا وأنت من هؤلاء الذين استثناهم القرآن إلا الذين آمنوا نحن آمننا بالله الحمد لله وعملوا الصالحات نعمل الصالحات بإذن الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أربع صفات إذن الإيمان أولا ثم كثير من الناس يقول لك أنا مؤمن ولكن هو لم يتذوق حلاوة الإيمان يعني أنت الآن إذا كنت الإيمان هو الاعتقاد الجازم إذا كنت تعتقد جازما أن الله قريب منك لا تحسب له حسابا يعني عندما تخطئ أو ترتكب خطأا في الغيب بينك وبين نفسك لا أحد يراك هل تراعي أن الله يراك هل يعني تدرك أن الله يراك في كل لحظة إذن أنت إيمانك ناقص الإيمان ينبغي أن يكون اعتقاد كامل كامل بأن الله قريب منك ويراك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يجب أن تتخيل أن الله موجود يراني الآن وأنا أتكلم ويرى عملي ويعرف نيتي لذلك عندما تصل إلى هذا المستوى من الإيمان لن تستطيع أن تكذب تكذب على من على الله لا تستطيع أن تغش تغش والله يراك لا تستطيع أن تظلم أحدا كيف تظلم والله يراك ويراقبك وسيسألك عن هذا الظلم كيف ستأكل الربا أو الحرام أو كيف تكذب على الناس والله يراك هذا التصور أيها الأحبة أن تتخيل في كل لحظة أن الله معك وهو معكم أينما كنتم تتخيل أن الله معك قريب منك طبعا قريب بعلمه وقدرته وحفظه لك وعلمه بما يدور في ذهنك وأنه سميع بصير يسمع ويرى فعندما تكون من هؤلاء تكون بالفعل كما قال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا الله أعطانا هنا مقياس أيها الأحبة المقياس أحبة في الله إنما المؤمنون عرف لنا القرآن المؤمنون يعني كلنا نقول نحن مؤمنين نحن مؤمنون ولكن التعريف القرآن واضح إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا مقياس الإيمان رقم واحد الآية تتضمن ثلاثة مقاييس المقياس الأول وجلت قلوبهم طيب أنا أعرف ناس يسمع القرآن ليلة نهارا وقلبه لا يخاف ولا يخشع ولا يفهم شيئا هو يستمع فقط إذن هذا إيمانه ناقص المقياس الأول إذا استمعت إلى القرآن هل تشعر بخوف في قلبك وجلت خافت قلوبهم طيب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذا مقياس رقم اثنين هل أنت تزداد إيمانا كلما سمعت القرآن بخياس رقم ثلاثة وعلى ربهم يتوكلون هل بالفعل تتوكل على الله إذا أصابك شر هل تلجأ إلى الله أولا أم تلجأ إلى عبد من عباد الله لينقذك هل إذا أصابك مرض تلجأ إلى الله هل إذا أصابتك مصيبة تلجأ إلى الله أم تلجأ للناس هنا أيها الأحبة التعريف الدقيق للإيمان كل واحد يدرك يستطيع من خلال هذه المقاييس الثلاثة أن يدرك أنه مؤمن أم غير مؤمن أو أن إيمانه كامل أو غير كامل رقم واحد أعمال الصلاحة أعمال الصلاحة كثيرة جدا أعمال البر كثيرة جدا هل أنت بار بأبويك هل أنت تصبر على من حولك هل أنت دائم التصدق هل أنت دائم الذكر هل أنت دائم الصلاة والصيام والتسامح هذا كله عمل صالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الحق أيها الأحبة كما يعني نعلم قال الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل الحق واضح الحق أحبة في الله واضح جدا يجب أن تتواصى بهذا الحق ما معنى وتواصوا بالحق يعني سأعطيك مثال على ذلك إنسان أدى إلي عملا مثال بسيط جدا أنا أستطيع أن أعطيه أقل من حقه وهو لن يعلم فعطيته أقل من حقه وهو راض وقانع ولا مشكلة ولكن أنا أعلم أنه لم يأخذ حقه كاملا وأنا قادر على أعطائه إذن أنا خارج الآية الكريمة لم أتواصى بالحق أنا رأيت إنسان ضال يجب أن أدله على طريق الخير يجب أن أدله على الحق إنسان في الباطل يسير في الباطل إنسان يأكل الربا يجب أن أنبهه لا يجوز أن يعني أصمت طبعا كل حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما أن تقول أنا ليست مهمتي وليس لي علاقة إذن أين التواصي بالحق النصيحة هي تواصي بالحق أن تنصح إنسان مدخن أن يترك الدخان ابتغاء وجه الله هذا تواصي بالحق أن تنصح إنسان بالصلاة هذا تواصي بالحق أن تنصح إنسان بأي نوع من أنواع البر هذا تواصي بالحق كثيرة جدا وهي من أنواع العمل الصالح أيها الأحبة وتواصوا بالصبر يعني أنا أصبر وأدعو غيري للصبر أيضا يعني رأيت إنسان مثلا غاضب أحدثه عن فوائد الصبر وأضرار الغضب ومشاكل الغضب ومساوئ الغضب على القلب والأوعية الدموية أحدث الناس عن فوائد الصبر إذا أساء لي شخص أصبر إذا أساء لي ولد أو زوجة أو زوج أساء لزوجته تصبر عليه وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الفائزون الذين يطبقون هذه القواعد الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الفائزون يوم لقاء الله بالله عليكم هذا شرح بسيط وتأمل بسيط جدا للسورة الكريمة التي هي من أقصر السور طبعا أقصر السورة هي إن أعطيناك الكوثر وتأتي بعدها أظن هذه والعصر بالله عليكم الآن بعد هذا الشرح البسيط ألا تشمل هذه السورة الدين كله على الرغم من قصرها يعني نحن تحدثنا قليلا دقائق معدودة رأينا أن هذه السورة لو طبقتها تكفيك لتدخلك الجنة الإيمان الحقيقي بالله العمل الصالح الأعمال الصالحة كثيرة جدا وتواصلوا بالحق الحق يشمل كل أعمال الخير الامتناء عن الربا هو حق ترك الزنا والبعد عن الزنا هو حق ترك النظر لما حرم الله هو حق أن أنصح إنسان أن يبتعد عن الخمر هذا حق أبواب الحق كثيرة جدا وأبواب الصبر أوسع وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي المرء أو المسلم عطاء أوسع من الصبر الصبر شيء واسع جدا أيها الأحبة والصبر يكون ضياء لك في القبر ثم أنظروا هنا ختمت السورة الكريمة بكلمة الصبر لأنه هو مفتاح الجنة لا يدخل الجنة إلا الصابرون هذا كلام الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الملائكة تقول له ادخلوا الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن وجدناه صابر نعم العبد إنه أواب سيدنا أيوب عليه السلام مثال رائع في القرآن عن الصبر وسيد من صبر هو حبيبكم عليه الصلاة والسلام أكثر مخلوق في الكون صبر على أذى الناس والنبي حتى اليوم يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى القنوات الإلحادية والتشكيكية والتي تسعى لتشويه الإسلام وصورة النبي صلى الله عليه وسلم لا يهاجمون أحداً هل رأيتم هجوم على البوذية؟ لا هل رأيتم هجوماً على اليهودية الديانة اليهودية؟ لا هل رأيتم هجوماً على أي ديانة أخرى؟ فقط على النبي صلى الله عليه وسلم النبي مضى أكثر من 1400 سنة على انتقاله للرفيق الأعلى وأوذي طيلة 23 سنة مدة الدعوة إلى الله مدة دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ولا زال يؤذى حتى اليوم ويصله ثواب هذا الأذى رأيتم أيها الأحبة؟ فالنبي أثبت أنه مثال عملي في الصبر الحقيقي صبر على أذى كل من حوله لذلك نحن ينبغي أن نقتدي بهذا النبي لنكون معه طيب هذا الصبر هو أعلى نوع من أنواع الأخلاق النبي ماذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقة أحاسنكم أخلاقة إذن أنت إذا أردت أن تكون قريباً من هذا النبي الكريم يجب أن تكون حسن الخلق وأعلى مراتب حسن الخلق الصبر يؤذيك إنسان تصبر عليه هذا حسن الخلق إنسان يسيء لك تعفو عنه وتصبر عليه هذا حسن الخلق وعالي جداً من أعلى أنواع حسن الخلق لذلك ختمت الآية بالعمل الذي سيدخلك الجنة بغير حساب وأوضحت السورة أن كل الناس غارقون في الخسر إن الإنسان هنا بمعنى البشر جميعاً نوع الإنسان كل الناس إن الإنسان لفي خسر غارق في الخسارة إلا الذين آمنوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الذين يعملون الصالحات والذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر إنه على كل شيء قدير وآخر دعواناً الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة